ترسم الولايات المتحدة شكلاً جديداً لخارطة علاقاتها الاستثمارية مع عاصمة العراق الاقتصادية حيث أطلقت القنصلية الأمريكية في البصرة برنامجاً لتطوير القانون التجاري الذي يرمي لجذب الشركات الأجنبية وفي مقدمتها الأمريكية للعمل هنا برنامج تطوير القانون التجاري يرمي إلى استقطاب الشركات الأجنبية لا سيما الأمريكية للعمل على تأهيل البنى التحتية في البصرة كما أن الفرصة لا تزال متاحة أمام الشباب البصري لإكمال الدراسة في الولايات المتحدة عبر برنامج التبادل الثقافي وبالتعاون مع الولايات المتحدة وضعت البصرة قائمة بأولويات المشاريع التي تبغي تنفيذها سيما بعدما خصصت مؤسسة الصادرات الأمريكية نحو ثلاث مليارات دولار لدعم الشركات الأمريكية الراغبة في الاستثمار بالعراق هذه الأموال سوف تستثمر أغلبها خلي نقول بالحقيقة في محافظة البصرة يعني يسعدني أنه موضوع الاستثمار يبدأ من البصرة ويمكن أنه تكون نتائج قريبة جداً لهذا الاستثمار بالتعاون ما بين القطاع الخاص والعام وتركز الولايات المتحدة في المرحلة المقبلة على دعم القطاع الخاص العراقي فتراه السنارة التي بإمكانها أن تصطاد المستثمرين الأجانب بعد أن يطمئنوا إلى توفير البيئة المناسبة لعمل أهل الدار من دون مناغصات لازم نطيهم دعم القطاع الخاص الذي يستثمرون ونساعدهم في استثمارهم في العراق في ذلك الوقت المستثمر الأجنبي يشوف المستثمر المحلي دن نطي كل الفرص إلىه ودن ساعده فإذا نسالم على المستثمر المحلي حنقدر نساعد المستثمر الأجنبي وأكثر ما يبحث عنه القطاع الخاص العراقي الضمانات القانونية والمالية معولاً على الخطوات الأمريكية في إصلاح منظومة التشريعات التجارية لتتناسب والتطور الاقتصادي الحاصل في العالم الجانب الأمريكي بالدرجة الأساس يحاول يأهل قانون الاستثمار العراقي والقوانين المترابطة معه أيضاً من الناحية القانونية حتى هذا الأمر يعطي طمئنان لأي مستثمر يأتي من خارج البلد كل هذا يكشف على أن الفرص الاستثمارية ما زالت متاحة لاستقطاب كبريات الشركات العالمية وبما أن الفرص تمر كالسحاب فلا بد من اقتناصها قبل فوات الأوان سعد قصي الحرة مدينة البصرة